عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد معاشر الأحبة الكرام فهذا هو مجلسنا الحادي والعشرون من مجالس برنامج المرقات نتناول فيه بعض الفضائل الثابتة لبعض السور والآيات من كلام رب الأرض والسماوات واليوم إن شاء الله موعدنا مع سورة الكهف هذه السورة العظيمة ثبت لها فضل لها في مجموعها وفضل للآيات العشر الأولى منها كل ذلك يدعو ويحدو بالمسلم بأن يحرص على تلاوتها وقراءتها ثم فهمها وتدبرها وحفظها أما ما ثبت لمجموع هذه السورة أي لصورة كلها فضل قراءتها وخاصة يوم جمعة أو ليلتها والحديث في ذلك حسن لما ثبت من الطرق والشواهد له فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة جعله الله عز وجل من أسباب النور في الدنيا وفي الآخرة يعني هذا الفضل الأول لسورة الكهف أنها سبب للنور في الدنيا وفي الآخرة أما كونها سببا للنور في الدنيا فلما رواه الدارمي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين أضاء له نور ما بين الجمعتين أي متى قرأها المسلم لزقه الله عز وجل نورا لبصيرته فيبصر الأشياء على حقيقتها والمعركة الفاصلة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر هي هذه أن الله تعالى يؤتي المؤمن يؤتي الطائع نورا يبصر به الأشياء على حقيقتها يرى المعروفة معروفة والمنكرة منكرة بخلاف الكافر والفاجر فهو محجوب أو بصيرته قد حجبت جعل الله تعالى غشاء على بصيرته وعلى بصره فلا يرى الأشياء على حقيقتها يرى المعروفة منكرة ويرى المنكرة معروفة يرى الشركة توحيدة والتوحيدة شركة يرى السنة بدعة والبدعة سنة والمعصية طاعة والطاعة معصية هلوش معناه المسلم إذا قرأ هذه الصورة كل ليلة جمعة فإن الله يجعل له نورا ما بين الجمعتين من الجمعة إلى الجمعة وكذلك روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة لا إذن يوم الجمعة أفهم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين حديث الحاكم عن أبي سعيد أيضا من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة فالسنة لك أن تقرأها ليلة الجمعة لك أن تقرأها يوم الجمعة فمن قرأها يوم الجمعة قلت أضاء له نور ما بين الجمعتين من قرأها ليلة الجمعة أضاء له نور يوم القيامة ما بينه وبين البيت العتيق أي مسيرة ما بينه وبين البيت العتيق اللي هو البيت الحرام قال العلماء ذلك إما أن يكون على الصراط في المكان المظلم فتضيء له هذه الصورة مسافة ما بينه وما بين البيت العتيق نور من الله عز وجل يؤتى المؤمنون أنوارهم بحسب أعمالهم ومنهم من قال يؤتى نوره في عرصات يوم القيامة مطلقة ليس بالضرورة على الصراط بل في مشاهد يوم القيامة مطلقة نقول كما قال عليه الصلاة والسلام أضاء له نور يوم القيامة من مقامه إلى البيت العتيق وهناك حديث آخر طريق ثالث لأن هذه الطرق التي أذكرها عمدا لبيان حسن هذا الحديث لأنه قد شاء لدى إخواننا الطلبة لاجتهاد بعض أهل العلم الفضلاء في هذا العصر فضعف هذا الحديث والصواب أنه حسن لذلك أذكر هذه الرواية الثلاث هناك رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند النساء في عام اليوم الليلة في الدارم في مسنده فعند الحاكف ومستدركه كل هذه الروايات يشهد بعضها لبعض بالحسن إن شاء الله فيها من حافظ الكهف أضاء له نور يوم القيامة من مقامه إلى مكة من حافظ الكهف أو من قرأ الكهف من قرأ الكهف أضاء له نور يوم القيامة من مقامه من حيث أنت إلى مكة هذا فضل من الله وبركة لماذا؟ لماذا جعلت هذه الصورة تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ لماذا خصت قراءتها بليلة الجمعة ويومها؟ ذلك لأن صورة الكهف تتحدث كثيرا عن علامات الساعة وأشراطها وقيامها تتحدث عن كثير من علامات الساعة ونحن نعلم أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة كما جاثبت ذلك في الصحيح فناسب أن يقرأ المسلم ليلة الجمعة أو يومها ما يذكر المؤمن بقيام الساعة لعل الله عز وجل أن ينير له ضربه ويصلح له قلبه ويغفره دمه هذا الفضل الأول لصورة الكهف إذا قرأتها ليلة الجمعة أو يومها نور الفضل الثاني أنها من أسباب السكينة والسكينة هي الطمأنينة وسبق أن تحدثنا عن السكينة أنها يمكن أن تكون أمرا معنويا يجده المسلم في قلبه ويمكن أن يجسدها الله عز وجل فتكون مثل السحابة ما يصداق ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف ذات ليلة والدابة في داره فإذا بها تنفر يعني بذات هذه الدابة تنفر تريد أن تفر قال فسلم والتفت فإذا بضبابة أو سحابة فوق رأسه مثل الضبابة والسحابة فوق رأسه فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان فإن تلك السكينة تنزلت للقرآن الكريم وهذا حدث لأسيد بن حضير عندما قرأ البقرة وحدث لصحابين آخر قرأ القرآن حتى كادت تلك الفرس التي كانت جالت عندما قرأ القرآن كادت تدوس وتطأ ابنه يحيى شاهد أن القرآن الكريم من أسباب السكينة وخاصة صورة الكهف فإنها من أسباب نزول السكينة على القلب بل ربما جسدها المولى تعالى هذا الفضل لمن؟ أو لما؟ لصورة الكهف بمجموعها أما الفضل الثابت للآيات العشر الأول منها هذا والصحيح أنها العشر الأول أما الرواية التي فيها العشر الأواخر فهي شاذة كما سنبينه إن شاء الله شاذة بمعنى ضعيفة فروا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ هنا لا بد من الحفظ من حافظ العشر الأول من صورة الكهف عصمة من الدجال في الواية أبي داود عصمه الله من فتنة المسيح الدجال أي من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال وإمام الضلال وفتنة الأهوال أعظم فتنة في الوجود منذ خلق الله السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ثمة فتنة أعظم على الخلق منذ خلق الله آدم مثل فتنة المسيح الدجال فالمسلم علي أن يحفظها حتى يعصمه الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال يؤيد ما ذكرته أن العشر الأول وليست العشر الأواخر منها حديث في صح مسلم عن أبي أمامة الباهلي وهذا حديث عظيم مخيف يقول فيه كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات غادات أي في النهار فإذا به يذكر المسيح الدجال حتى خفض فيه ورفع يعني بديه تكلم بصوت مرتفع ثم خفض صوته حتى ظننا أنه عند طائفة من النخل يعني انت وقتش تخفض من صوتك إذا كان الذي تتحدث عنه قريب حتى ظننا أنه عند طائفة من النخل فلما رحنا أي في المساء رأى ذلك في وجوهنا فقال ما لكم قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال وخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه عند طائفة من النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم يعني شخايف عليكم من الدجال إن يخرج فيكم وأنا بين أظهركم فأنا حجيجه فهو لي وإن يخرج فيكم ولست بينكم فالله خليفة على كل مسلم وكل مرء حجيج نفسه فمن انتبهوا فمن لقيه فليقرأ عليه فواتح صورة الكهف من لقيه منكم فليقرأ عليه فواتح صورة الكهف في سنن بن ماجة من حديث آخر عن النواس بن سمعان يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي أرسله الله إلا وأنذر أمته الدجال وإني آخر الأنبياء وإني منذركموه فإنه خارج فيكم لا محالة ثم ذكر فتنته وأنه يأمر السماء فتمطر يأمر الأرض فتخرج بركاتها طبعا بإذن الله ليس له قدرة الله يضله ويشق الرجل نصفين ثم يقول له قم فيقوم يقول لأعرابي تعالى أحيي لك والديك فيتصور الشيطان في سورة والديه فيخرجان من الأرض فيتبعه المهم له من الفتن ما الله بعليم لا يتسع المقام لذكرها من فتنته يقول هذا الحديث سلم بناجع من فتنته أن له نارا وجنة فناره جنة وجنته نار فمن ابتولي بناره اسمع منها فمن ابتولي بناره فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف شوف إذن لابدكم حافظها فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها ستكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم لماذا جعلت العشر الأول من سورة الكهف من أسباب العصمة من المسيح الدجال قال العلماء لأن العشر الأول من سورة الكهف فيها ذكر لعصمة أولئك الفتية من فتنة طاغوط ذلك الزمان فيها بيان كيف عصم الله عز وجل أولئك الفتية الذين بيتولوا بطاغية ذلك الزمان ملك الرومي الذي ادعى الألوهية من من يقول اسمه ديكيانوس أو ديكليتيانوس المهم الدعاء الألوهية وقام هؤلاء الفتية في وجهه ونبذوا ألوهيته وطرحوها تحت أقدامهم إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا عليه وقلوا بهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض صدعوا بالحق أرأيتم كيف عصم الله أولئك الفتية من هذا الطاغوط طاغوط ذلك الزمان كذلك يعصم من حفظ أوائل سورة الكهف من طاغوط آخر الزمان وهو المسيح الدجال وإمام الضلال وفتنة الأهوال هذا ما يمكننا أن نقوله في شأن فضل سورة الكهف نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله عشقت عيني حروف المصحفي وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه هي أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي في لباب القلب شق